السلام عليكم مساء الخير للجميع يسعد اوقاتكم. طبعا يا جماعة الخير في سؤال هيك شفته سريع حبيت اجاوب عليه. السؤال هو انه كيف انا ممكن اتأكد انه صاحب العمل او المشغل او المعلم او الافندكو كيف منتأكد انه هذا الشخص اللي احنا نشتغل عنده اللي كل شهر بيخصم بقاعد من راتبنا مبلغ معين اللي هو التأمينات او الانسمة بيسموها كيف ننتأكد انه هذا الشخص او هاي الشركة او هذا المصنع اللي احنا نشتغل فيه بيعطينا حقوقنا وبسجلنا الانسمة. شو بتفيدنا الانسمة اول شي الانسمة هي اللي هتفيدنا لما احنا بالمستقبل نجي نقدم على التقاعد. بتفيدنا كمان لما احنا لا صمح الله الواحد يوقف من العمل ويضطر يروح على او او ايذ او اللي هو مكتب العمل عشان احنا نسجل على اللي هو نظام البطالي. لازم يكون في عندك تأمينات مدفوعة او عدد انسمة معينة. هذه التفاصيل كلها بصراحة ما رح اه اغوص فيها ولا اخوض فيها ولكن رح اجوابكم افرجيكم كيف من ممكن انه احنا ندخل اه سوا على موقع الدولي على السيستم ونشوف هل يا ترى عنا انسمة بسجل مدفوعة عمال بتتلسق الانسمة مثل ما يكانوا سموها زمان تتلسق لانه زمان كان في دفتر الناس تلسق عليه. فلسه الكلمة هذه درجة بلسق لنا انسمة ولا لا? كدنا نعرف? تعالوا معي. كنا ميح غايب. اول شيء بدنا ندخل على اه صفحة الافكا او اللي هي افكا دوت غوف دوت جي ار. الموقع الرسمي للدولة. اه مجرد ما دخلنا عليه. بنروح على المستو تي. اللي هي للموظفين او العمال او اللي هم الناس اللي بندفع لهم. مش الموظف الموظف. تمام. نروح عليها. في الخيارات كثيرة بننزل على حاجة اسمها دقيقة لا تأكلكو اياها. نكبس عليها. اه نكبس على اه بيجي italy خيار اللي هو طبعا هون في عندك خيارين بيعطي خيار اللي هو للي عنده الكوديكوس تبعات الافكا ما بعتقدش انه في حد عنده الكوديكوس ولا بتلزم اصلا. نروح احنا على اللي هي هنا بينقلك على صفحة بيطلب منك الكوديكوس اللي هم تبعات الاف امي الكوديكوس هذول بيكون عندك او عند المحاسب الخاص فيك اذا في عندك محاسب اللي هو هون الخريستي اللي هو اسم اليوزر تبعك وعندك هون الكوديكوس طبعا انا هعمل لهم حفظ اه بنعمل وهون بنروح بيقول لك هون اه بتحط الاف ايمي تبعك بتحط الامكا وبتحط هون انت دخلت على صفحة الافكا اللي هو حساب التأمين الشخصي الخاص فيك. طبعا هون كي طالباء ما بلزمك تقرأ اشي من هات الاشياء الموجودة هون. بكل بساطة بنروح على باتيستي اذو ياتين امفانيسي تو لغوريازموساس. اذو اللي هو بالازرق بنكبس عليها. وهون بكل بساطة بيسألك امتى الشهر اللي بدي الحب تشوفه السنة عشان انت تشوف شو في عندك تأمينات. خلينا على سبيل مثال انه انت بدك تشوف يعني هو الشهر اللي احنا فيه او واخر الشهر دايما بتأخر شوي خلانا نشوف اخر خمس شهور لليوم. احنا بنقول احنا في عام الالفين واربعة وعشرين. نكتب الفين واربعة وشرين. اه اخر اربعة شهور احنا بشهر تسعة. خلينا نقول اخر خمس شهور نحط بشهر خمسة اللي هو مايوس. لأي متى بدنا? بدنا برضو لعام الالفين واربعة وعشرين. وبدنا نختار اللي هو نختار وهنا بنعمل اصدار الحساب وهنا بيطلع لك كل بساطة صفحة عبارة عن اذا حاب انت تخزنها تروح على التخزين هنا تختار وين تنزل بتسميها كمان هاي انسما طبعا هنا بيجي نطلع عليها بكل بساطة ملاحظين انه اخر شهر نازل عندي اللي هو شهر تسعة بتطول ما بتنزل مباشرة بتاخذ وقت فيعني اذا بتشوف شهر عشرة وشهر الحداش لسه مش نازلين ما تستعجل وتقول والله صاحب الشركة عندي مش عمال بنزلي او اللي هو الافنديكو مش عمال بنزلي الانسما لا بنزلك ولكن بتتأخر ليتم احتسابها على الحساب الشخصي فاذا احنا منروح هنا على شهر خمسة ملاحظين هو شهر خمسة اكثر من واحد شهر خمسة مفصل حسب اللي هو الاشياء اللي كانت عندي في الدوامي بيعطيك كم يوم عمل مسجلك صاحب العمل انا خمسة وعشرين انا مسجلي انا هو مشتغل ست ايام بالاسبوع فمعطل بس اللي هم خمسة ايام كنت في الشهر حاسبين لخمسة وعشرين يوم عمل في شهر ستة عندي خمسة وعشرين يوم عمل في شهر سبعة عندي خمسة وعشرين يوم عمل في شهر ثمانية عندي خمسة وعشرين يوم عمل وبشهر تسعة عندي خمسة وعشرين يوم عمل بالاضافة اذا انت حاب تشوف اشيهم بتشوف كام اللي هو الراتب اللي حاسب لك اياه كام هو بنزلك هون اللي هي بتكون الراتب هون في عندك اللي هو للمشاركة او اللي هي الاشتراك تبعك في التأمين. في دافع عني هنا اه دافع عني الشركة ثلاثمية واحد وثمانين فاصل خمس سبعين يورو اه لصندوق التأمين. هيك بيكون عندك نازل كل تأميناتك. ممكن تتأكد منها. طبعا في عندك زير وان اللي هو اللي هو راتب اساسي. اه ميذين اينا. تروح على الميذين اينا. اللي هو التأمين طبعا اللي هو مية واحد اللي هو التأمين الحكومي العادي صندوق التأمين هو في عندك صندوق تأمين مختلفة. احنا حاليا في تأمين في الصندوق اللي هو المية واحد عدد ايام العام الخمسة وعشرين. وعندي كوديكوستيبو ابو ذوخيس. هذا مش مهم كثير بس بتركز له زير واحد اللي هو ميذين اينا اللي هو الراتب الاساسي. وعندي هو النازل ابو ذوخيس قديش الراتب تبعك. وهنا اللي هو ثلاثمية واحد ثمانين فاصلة خمسة سبعين اللي هو كان سني له كيس اس فور اس في التأمين. هيك بتأكد انه انا نزلين للشركة التأميناتي لشهر خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. بالنسبة لشهر عشر وشهر احداش لازم ارجع افتح الصفحة هذه مرة ثانية بعد اسبوع اسبوعين ثلاث بتتحدث من فترة لفترة. وانا بقول لك اللي هو هذا من شهر خمسة الاربعة وعشرين لشهر اتناش الاربع لالفين اربعة وعشرين. وهنا ما يعطيني كمان اللي هو الدخل تبعي في عام الالفين واربعة وعشرين. من تاريخ كذا لتاريخ كذا في عندك الرقم هذا اللي بيكون هون. ومعطيك كمان اللي هو عدد الايام اللي انت مشتغلها. فهو مية وخمسة وعشرين مشان تعرف كم يوم محسوب لك عمل في الفترة هذه. مية وخمسة وعشرين. تعالوا نغير التواريخ ونروح بدل مايو نحوط لهو من بداية العام ايك دوسة. لاحظوا هنا انه شهر اثنين وثلاثة واربعة وخمسة كله نازل طبيعي مية المية من غير اي مشاكل. وهنا بيعطيك اللي هو من بداية العام قديش الدخل التبعي مشان برضو تعرف هالك لما تعمل اللي هو الكاثريسي كو. تعرف قديش عندك اللي هو الدخل تبعك. حتى في بعض الابيذومة تالما يكون في عندك ابيذومة اه انيكيو ابيذومة سوبر ماركيت وهكذا. هذه الابيذومة طبعا تستحقها او لا بيعتمد على اللي هو الدخل اللي دخل عليك اه خلال هذا العام. بستحق المعونة او بستحقاش بيتحدد بناء عليها وممكن تراجع المحاسب تبعك بهذا الخصوص. هون عندي مية وتسعة وتسعين يوم عمل. خلال السنة هذي كان عندي مية وتسعة وتسعين يوم عمل. كل ما في الامر انك انت تتأكد هل يا تورا انا نازلت لتأميناتي ولا مش نازلت لتأميناتي? هل يا تورا الشركة اللي بيشصل فيها نازلت لتأمينات ولا لا? المهم جماعة الخير اه الفيديو القادم ان شاء الله رح يكون عن اه ارغاني. اللي حاب يعرف بالنسبة الارغاني برضو انك هل انت عقدق نظامي ولا مش نظامي? وهل مسجل في ارغاني? وهل مسجل دوامة كم ساعة? ومن اي ساعة لأي ساعة بتدام برنامجك بيكون كلهم موجود على موقع خاص بالدولة اسمه ارغاني. اه اللي حاب يعرف عنه ياريت في تعليق تكتبوا لي وان شاء الله ما رح اقصر معاكم. السلام عليكم وشكرا لكم على المتابعة وبعتذر عن الايطالة. شكرا جميعا على المتابعة ويريت اذا في عندكم اي سؤال بتعلق باي موقع من مواقع الدولة اللي الى علاقة بالعمال الى علاقة في اي شيء بامركم وان شاء الله بنكون جاهزين معكم لنفسر لكم اياها ونوضح لكم اياها واذا بنقدر على شي مش رح نقصر. شكرا لكم جميعا بالتوفيق. الغربة مر يا جماعة الخير. تغلوها بالخير. عشان اهلكم وعائلاتكم اللي بعيدة عنكم واذا ما كانت بعيدة عنكم وكانت معكم غربتكم الها قيمة. ما تخلوها تمر من غير اضافة ومن غير قيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوفيق لكم جميعا والى اللقاء.